بسم الله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه آل الوفاة وسلم تسليما كثيرا أبنائي وبناتي تحية طيبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسرد على أسماءنا أثر لم يثبت رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح لكن معناه كأنه معنى مستساغ عندما يوصف رمضان بكون أوله رحمة وأوسطه مغفراه وآخره عدق من النيران أو من النار وهل أثر هذا لعله موقوف على الصحابة هذا الأثر يأكد المفعول التراكمي لمجهدة الذات لأنه كما قلنا رمضان هو مرحلة من مراحل التدريب والتمرين اللي تساعد الفرد على أنه يرتقي بأدائه أبداها بكونه رحمة والرحمة فيها التساهل مع المكلف يرحمه الله يعني ما يقفش عند أخطاؤه لأنه ما زال مستجد لعشرة يملو لنين ما زلنا ما أخذيناش بقعتنا ما زلنا نغلطه ساعات واحد يأكله ساعات واحد تطلع له يقول كل مزايده بعد يتفكر له في رمضان يبلمز لأن الطبيعة ما زالت ما أخذيتش على أيام رمضان لكن الوسط منتاع رمضان أوله رحمة وقصته مغفرة يعني فيه معنى المؤاخذة إلا للي اعترف بذنبه فالعشرة يم الثانين هي عشرية المحاسبة يزب تحاسب نفسك تقول لي ما عايش تساهل مع روحك العشرة يملو لنين يتعدى الثانين هي عشية محاسبة والمحاسبة فيها اعتراف فيها شعور بالخطأ فيها شعور بالغلطة وفيها التوجه إلى الله تعالى لطلب المغفرة فأوسطه مغفرة العشرية من الخرنين أخير عتق من النار شمال عتق من النار كأن النفس تتطبع بطباع وخلق الإسلام النظيفة العشرية من الخرنين 10 أواخر كليلة نسميها ليلة القدر وليها في الحقيقة ليلة العتق وليلة الانتصار ليلة الاستقلال من تبعات النفس الأمارة بالسوء ليلة القبول ليلة البشارة عشر أواخر هي عشرة استثمار الاستمرار في الاستقامة اليوم مش معناها منوليو ملايكة منوليوش ملايكة لكن انوليو قادرين بش نميزوا بين الخير والشر ولي عنا فطرة تأبى علينا أن نخالط بعلم مننا الشرور والإساءة للغير ولي عنا هكالمعركة الداخلية المستمرة اللي دائما أبدا ننتصر فيها بعد الحوار مع النفس ونكون قادرين على أن نأمر نفوسنا وننهاها ولا هي الأديان الواجات ما يباش ترجح هالمعركة الدائمة المستمرة بين الإنسان وبين حرية قراره وضعف قراره الإنسانك اللي خاضع للرأي البادة أو الخاضع للشهوة أو الخاضع للمنفع القصيرة أو الخاضع للأنانية الخاضع للكبر الخاضع لحب الذات هل هذه هي اللي نار كل يلعبينا مخنا يغلطنا لأننا نحبه الحاجة السهلة نحبه لحويجة الحلموت نحبه لحويجة متع الناس نحبه ما نتعبوش دائما بدن أحنا ضحيت هالرأي القصير أديان جات مش تعلمنا وأنه فما منافع منجم حصلوها إلا بقى الرأي البعيد ولذاك يكون عنا حصافة رأي وفهم وإدراك وسبق الأحداث وقادرين باش نوازنه بين الخير والشر والمصلحة الآنية والمصلحة المستقبلية وأنا هي لأطول وأنا هي لخير رمضان هو اللي علمنا كيفاش نتصرفه في الوقت وكيفاش شيئا فشيئا نرتقي بأنفسنا من حالة الارتباك الحالة المؤاخذة ثم في الأخير إلى حالة الانتصار الذاتي لأنك تستقر عندك معاني الخير ومعاني الشر وتولي ما عايش عندك مشكلة في القرار وما عايش عندك مشكلة في الإرادة القرار صحيح والإرادة موجودة واللي تبكي عليه هو اللي يراه الخير ويعرفه خير ويراه الشر ويعرفه شر لكن وقت اللي تجيه عملية التنفيذ تعويزه الإرادة ما عندوش قدرة باش يشد روحه بينما رمضان كوننا هالإرادة هذه وقت اللي تولي مكلتك وشرابك بيدك وحاجيتك الخاصة بيدك وتقرر الوقت اللي تحب تعمل تعمل ووقت اللي ما تحبش تعمل تعمل وترى روحك فم عاقبة بينك بين نفسك ما تحبش تتجاوزها تقض عليها وتفرضها على نفسك تقول لي قادر باش تحكم في روحك قادر باش الخير والشر اللي تعرفت عليهم وعرفت ما كمنهم قادر باش بإرادتك تحقق لنفسك ما تشاء أمة هذه أمة إرادة وقت اللي حبت تنتصر انتصرت بقلة مالها وقلة إمكانياتها وفقرها وضعفها وشتاتها وأمكن لها باش تتوحد زعم احنا اليوم قادرين باش نحقوا إرادة في ذواتنا كأفراد وقادرين باش نحقوا إرادة واحدة في عائلاتنا وقادرين باش نحقوا إرادة في وطننا ونقول ليو أحنا اللي نحقل أنفسنا مستقبلنا واحنا المطالبين بيه نتعبوا من أجله نتعذبوا لكن نرتقيه شيئا فشيئا باش نحقوا أنفسنا إعادة الانتصار على المستوى الذاتي إلى انتصار وتحويله إلى انتصار على المستوى الجماعي وطننا يحتاج إلى ذلك مجموعتنا الوطنية تحتاج إلى ذلك التراكم اللي موجود حولنا وهال مصالح المتشابكة في العالم تجعلنا قاصرين باش ننتصروا وإحنا أثناش مليون ومعناش مكانيات كبيرة إلا إذا كانت حقنا المحرك الأساسي للتغيير اللي هو الإرادة الذاتية التي نكتسبها من رمضان ولذلك اليوم احنا نفكر موش عا خطر نصوموا أفراد ونبوسوا بعضنا ونسلموا على بعضنا باش يجينا عيد نعيدوا وإنما هال قدرات الذاتية اللي اكتسبناها في رمضان يزمن الآن تتصرف لصالح المجموعة الوطنية لصالح أفراد المجتمع باش كل واحد منا يضحي وباش كل واحد منا يعمل وباش كل واحد منا يحترم غيره وباش يحترم لسانه ما يتعداش على الناس ويدفع ما عليه من أموال اللي صالح المجموعة الوطنية باش تنهض هالمجموعة ويكون عندها كيان ووجود يجعلنا نحترموه أكثر من اللي نحترمو ملكيتنا الخاصة الأمم المتقدمة والأمم الراقية هي الأمم اللي قدمت المصلحة العامة على مصلحتها الشخصية هذا يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى قرار يحتاج إلى فهم إلى إدراك الكل حصلناه في رمضان أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق وأسألوا أن نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته